مساء الفل في البرنامج ده شفنا ستات كرهة اجوازها وشفنا بنات متضايقة من اخوتها وفي اول حلقة من حلقات قصة حقيقية كانت بطلتها بتقول انا بكره امي وكنت بقول ايه ده هو في حد ممكن يقول كده على امه بس لما كنتش هتوقعه خالص انه لقي واحدة بعتلنا رسالة ضد الطبيعة والطبيعة بتقول ان الام اي ام لازم تحب ولادها لكن ان واحدة تقول لنا انا بكره ابني هناك لازم نقف ونفهم ايه اللي يخلي امي تقول كده عشان نعرف القصة صح تعالوا نشوف مونة بطلت قصة حقيقية النهاردة بعتلنا بتقول ايه مونة بتقول مساء الخير يا سالي ارجوكي ما تتصدميش في اللي هقوله لو كان غريب او مش عاجبك انا بعتلك عشان شفتك في البرنامج بتحطي نفسك مكان الشخص الضعيف زي ما بتقولي والضعيف محتاج اللي يسمعه ويحس بيه مش يحكمه ويمسك له الخرزانة انا ستة بسيطة جدا كان عندي احلام بريئة في يوم الايام بخصوص مستقبلي وجوزي وعيالي بس اللي بنحلم بيه حاجة واللي بتعمله الحياة فينا حاجة تانية وانا اكتر حاجة مزعلاني من الدنيا اني ما عاشتش حياتي ولا تمتعت بيها زي اي بنت اتخطبت وانا عندي 16 سنة واتجوزت وانا عندي 17 سنة ما كدبش عليك وقتها كنت فرحانة باني هلبس فستان الابيض وفرحانة بالعريس وبيتي اللي هيبقى مملكتي الوحدي كنت فاكرة ومتخيلة ان انا اللي هتحكم فيه براحتي وكل تفاصيله هتكون على زوقي لكن ده ما حصلش كنت متفقى مع جوزي في فترة الخطوبة اني هكمل تعليم بعد الجواز مش بس اتفاق تقدري تقولي ان ده كان شرطة اساسي عشان اتجوز وهو قالي طبعا هتكملي بس بعد الجواز حملت على طول واول ما خلفت جوزي قالي مفيش جامعة انا محدش غريب يربي ابني ولا حتى امك طيب محتاجة قف عند النقطة دي شوي دي مش اول مرة ستة تبعت لنا تقول ان هي كانت متفقى مع جوزي انها تكمل تعليمها وارجع في كلامه بعد الجواز هو اللي بيعمل كده وما يعرفش ان الراجل كلمة الراجل بيطربت من لسانه وما يعرفش ان شرف الراجل في كلمته ما تقولي يا عم الحج من الاول مش خليك اتكملي ويا اما الطرف التاني اقتنع ووافق يا اما كل واحد رح لحاله وبالمعروف خد بالك الستات ما بتنساش ولو بنت قدامك انها تدحك عليها او تحطت قصاد الامر الواقع تبقى غلطان فيه نار بتفضل تحت الرماد وبيجي عليها وقت وبتقوم وبتحرق الكل تعالوا نكمل الرسالة خلفت ابني وانا يدوب 18 سنة واحدة واحدة حسيت نفسي بقيت عبدة جوه بيتي مش ملكة زي ما كنت بحلم ملكة مين وانتي بتخليفي وانتي عندك 18 سنة لسه ما كملتيش تعليمك ولا حتى تعلمت يعني أمومة وتربية وفتح بيت في سنك الصغير ده هينفع بعدها تبقى ملكة بعد الجواز اكتشفت ان جوزي شخص صغير لدرجة تخنق حتى بيت أهلي بقى يخليني أروحه بالعافية ما نعني ان نكلم حد من الجيران إلا اللي هو يختارهم ومنع حد يزورنا إلا أهله أهله بس عشان خايف ان حد غريبي يبصلي ربنا اديلي شوية جمال بس انا دلوقتي بتمنى من ربنا ان الجمال ده يروح وما يبقاش عندي عشان بس أبقى حرة بشكل أكبر من كده انا عايشة في سجن والأيام معات قيلة قوي عشت ثلاث سنين ولسه مكملة ودلوقتي حامل في المولود التاني في أوقات كتير بحس اني كره البيبي اللي جاي ابني لف بطني لأنه هيربطني أكتر بالراجل ده حاولت أسقط نفسي ورجعت اندمت طب أنا حياتي هتستمر على كده وجوزي غير انه رجع في كلامه وانه غيور هو كمان شخص مش حنين ما نكرش انه بيحبني ومش حرمني من فلوس بس انا حاسة اني عبدة معاه بحسني مخنوقة وأهلي دايما في صفه كان عندي عيش حياة بسيطة بس يكون فيها حنية ورضى أحسن ما يكون جوزي جايب لنا كل حاجة بس صغيور كده ببص البنات اللي في سني بلقيهم بيدرسوا ويشتغلوا ويحققوا ذاتهم ويتفسحوا ويتعرفوا على ناس جديدة ويعملوا أصدقاء جداد وأنا بين أربع حطان حتى صاحباتي جوزي منعني عنهم أنا عندي دلوقتي عشرين سنة بس حاسة أنه عمري خمسين سنة لحد هنا وقلصة الرسالة رسالة مونة لحد آخر جملة صادمة قالتها دلوقتي أنا عندي عشرين سنة بس حاسة أنه عمري خمسين سنة جمدة قوي الجملة حاسة أنها بتعجز انتوا عارفين لو رحنا دلوقتي لجوز مونة وتكلمنا معاه أنا متأكدة متأكدة مليون في المية أنه هيستغرب من كلامنا ويقوله وانا قصرت في إيه ده لما عيشها في أحسن عيشة ومش حرمها من حاجة كل حاجة عايزها بتلاقيها طب إيه اللي خلى مونة توصل للحالة دي بكره إيه ابني لف بطني معقولة إيه اللي خليها تحس إنها عبدة وإنها مسجونة معقول الغيرة هي السبب إحنا طول عمرنا بنسمع إنه الغيرة يعني حب لما يغير علي يبقى بيحبني طب مونة ظلمة ولا مظلومة بتمنى إن جمالي يروح حد بيوصل للدرجة دي ده اللي هنعرفه بس بعد الفاصل استنونا ترجمة نانسي قنقر